موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه اهم وابرز ما قالته المواقع الاخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من التقرير الذي اعدته صحيفة لوفيغارو الفرنسية واعاد موقع يمن مونيتر نشره حيث عنون التقرير المستبد القديم علي صالح هو الرجل الرئيس في حرب اليمن وقالت الصحيفة الفرنسية لا شك ان لعلي عبدالله صالح دورا كبيرا في الصراع اليمني حيث يعتبر من اكثر الشخصيات غموضا ورجل الخفاء في الحرب اليمنية التي يديرها في سرية تامة واضافت من المرجح ان صالح يمكن ان يحمل مفتاح انهاء الحرب اليمنية لكنه متغيب عن مفاوضات الكويت التي تهدف الى انهاء الصراع اليمني وانصار هذا المستبد القديم الذي اضطر الى الاستقالة في عام 2012 في اعقاب الربيع العربي يقاتلون الى جانب المتمردين الحوثيين منذ اكثر من عام وتتابع الصحيفة الفرنسية اسفر هذا الصراع عن مقتل اكثر من 6500 يمني حيث ان الرياض وباريس ونندن كانت دائما تتهم الحوثيين المدعومين من ايران وتؤيد رجوع هذا الدكتاتور الى الحكم وطبقا للصحيفة الصادرة في باريس تمكن هذا التحالف بين الحوثيين وصالح من سيطرته على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن بما ان القوات الموالية لهذا الحاكم الاقوى على الساحة في المعركة اليمنية وتشير الصحيفة الى ان القوات الموالية لصالح تتكون من الحرس الرئاسي والقوات الخاصة السابقتين التي دربتهما الولايات المتحدة حتى عام 2011 على التعامل مع الصواريخ سكود التي تطلق ضد السعودية وقال مراقب اجدبي يعيش في صنعاء خلال زيارته الاخيرة الى باريس ان ما لا يقل عن 65% من المقاتلين هم والونا لصالح ونفس هذه القوات في العاصمة هي التي تقوم بالمحافظة على الامن حيث انهم لا يزالون يسيطرون على وزارة الداخلية والامن السياسي والمخابرات وتوضح الصحيفة الفرنسية لا تزال العديد من الاصول المالية تحت قبضة صالح حيث تقدر ثروته باكثر من 30 مليار دولار وذلك وفقا لمصادر التابعة للامم المتحدة وهي موزعة بين قرابة 20 دولة مثل اثيوبيا فرنسا دبي وابو ضبي حيث يعيش نجله احمد وهذه القوى المالية لا تزال تسمح له بشراء الولاءات القبلية الى تقرير اخر نشره موقع الموقع في صفحته الرئيسية تحت عنوان ماذا يعني الانفصال في اليمن وقال التقرير عادت القضية الجنوبية الى الواجهة بعد عام ونصف من انطلاق العملية العسكرية التي نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن ويضيف الموقع وبينما لا تزال عمليات التحالف العربي مستمرة لاسقاط الانقلاب بدأت بعض الاصوات الجنوبية تتعالى مطالبة باعلان فك ارتباط جنوب اليمن عن شماله في محاولة واضحة لاستثمار الوضع الحالي وتوظيف الامكانات العسكرية والمادية والدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف للمحافظات المحررة لخدمة مشروع التشطير ويتابع التقرير من الملاحظات التي ربما تأخذ على التحالف العربي والحكومة الشرعية انهما لم يخطط جيدا لمرحلة ما بعد التحرير في المحافظات الجنوبية وخصوصا عدن هذا على افتراض حسن النية ونفى فرضية وجود رغبة لدى بعض الاطراف المنخرطة في التحالف بتشكيل واقع جديد في اليمن قد يكون استقلال الجنوب احد اشكاله ويرد الموقع ما قاله الاعلامي السعودي المعروف جمال خاشقجي ان تشجيع الجنوب لاعلان الافصال الان سيلغي كل شرعية للتحالف الذي تقوده المملكة ضد الانقلاب في اليمن واشار خاشقجي الى ان هذا سيؤدي الى انتصار الانقلابيين في اليمن بحكم الواقع كما يرد الموقع ايضا تحذيرات المفكر الكويتي عبدالله النفيسي من التحركات الجارية في الجنوب مشيرا الى ان محاربة شباب المقاومة في الجنوب يصب في مصلحة المشروع الايراني وادواته في اليمن عن مجزرة هران التي راح ضحيتها العديد من من كانت الميليشيا تحتجزهم في سجن هران بدمار كتب احمد الرافع ما قاله المنشور في يمن مونيتر وقال الكاتب ليس ثمة يوم لا تطف الذكرى في شوارع القلب وينصب الفؤاد حيام الحنين يرتفع صوت الضمائر يعاتب دواخلنا المخضرة بالتضامن والاحساس بآلام من رحلوا في قطار التضحيات او غابوا وراء قضبان الزنازين يلازمنا هذا التذكر ونحن نأكل او نشرب او نتحرك في انشغالات الحياة وهذا المنطق وان كان يؤشر على صحوة في الضمائر غير ان الاغراق فيه الى الحد الذي يورثنا الشلل والنقوص والتوقف منطق تأباه فلسفة النضال ومسيرة الكفاح وواجبات الوفاء لمن سقطوا وجاءت خيولهم تناشدنا الركوبة ومواصلة السير لشهيدنا امين الرجوي سيرة حياة تسكنها التحديات ولم يؤثر عنها انها سضلت بشكوى او تسلحت بانين كان صوته يملأ دروبنا بمحبة الاقدام وصناعة الحياة وحين اتذكر خطواته الاخيرة صوب مبنى الامن السياسي وقد ادمر الغادرون المكيدة تسر الرجفة في اوصالي بلا شك ستقرأ اجيال الجمهورية القادمة عن محبة استجان الكهل وهو يغمر الرجوي بالعطف ويمده ببطانية رقيقة يتدثر بها في ليالي ذمار القارسة في الدقائق الاخيرة من ايام الرجوي كان محاطا بالليل والجدران واسوار النوايا المخاتلة وضع الحوثيون امين الرجوي ويوسف العيزري وعبدالله قابل في مخازن السلاح مثقين كغمام الصيف في الشتاء ووضعهم في بوصلة الطيران دروعا بشرية عزلاء هل تسأل ليل ذمار المهشم في تلك الليلة الجانية عن اخلاق العروبة وشرف الخصومات التي داستها حوافر خيول الفرس يا ذمار يا مدينة القردعي والبردوني يا كرسي الجمهورية يا جارتنا التي زفت الينا نعي الفرسان الذي تضافر عليهم السجن والليل والخديعة قبل عام افاقت شمس الواحد والعشرين من مايو على اجساد الرجوي ورفاقه الشهداء ملقون في العراء تشير جثثهم للمارين من كل الاجيال نحو الطريق الى الوطن الى موقع المصدر اونلاين والذي جاء في عنوينه هجمات عنيفة للحوثيين على مواقع الجيش والمقاومة بتعز ومقتل مدني واصابة اكثر من تسعة عشر اخرين وعنوان اخر اصابة قائد معسكر في الجيش الوطني بجروح خطيرة اثر محاولة اغتيال تعرض لها بعدا وعنوان من محافظة اب خلافات بين قياديين خوثيين تتسبب بمقتل احدهما في اب وعنوان الحكومة تتهم الحوثيين وقوات صالح بارتكاب اكثر من خمسة الاف خرقا منذ بدء الهدنة الى موقع التغيير نتو الذي تابع العديد من الموضوعات منها قرارات هامة لمحافظتي عدن لحج ابيا بشأن بيع القات ومن تعز اللجنة الامنية بتعز تضع خطة استثنائية للحفاظ على امن المدينة خلال شهر رمضان المبارك وقالت التفاصيل اقرت اللجنة الامنية الخطة الاستثنائية لشهر رمضان المبارك التي ستعمل من خلالها على حفظ الامن والاستقرار في الاسواق العامة داخل المدينة وافاد الموقع ان اجتماع اللجنة الامنية ناقش الاشكالات التي يقف شح الامكانات واقلة الدعم كاكبر المعوقات امام اللجنة لوضع الحلول اللازمة لها ومن العناوين الكويت تقدم استثناءات جديدة لليمنيين تعرف عليها وقال الموقع نقلا عن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالكويت ان هناك اجراءات استثنائية لليمنيين والسوريين بسماح لهم بالبقاء خارج البلاد لأكثر من ستة اشهر دون ان تسقط اقامتهم وقال المسؤول الكويتي تقديرا لظروف اليمن وسوريا قمنا بملح اذن غياب للوافدين من الجنسيات السورية واليمنية للبقاء خارج البلاد لأكثر من ستة اشهر دون ان تسقط اقامتهم سواء كانت اقامة عمل بالقطاع الاهلي او التحاق بعائلة شريطة الحصول على اذن غياب من شؤون الاقامة قبل المغادرة او انابة من له صفة قانونية باستخراج الاذن حال وجوده خارج البلاد الكتابة باعتبارها تنظيم لمتاعب الاخرين تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في موقع الموقع وقال الكاتب اكتب عن كيف نستعيد اليمن وابدو على ثقة من تحقيق هذا السبب بسيط للغاية وهو انه لو تفكك اليمن لن نكون افضل حالا بل اننا سنواجه حياة بالغة الضراوة ويتم التهامنا وحيدين وانا هنا لا ابشر بامان الضياع الجماعي في دولة واحدة وضمن خريطة لكنه شكل من المقاومة مع احساس عميق اننا لن نتشتت وان هذا سيكون افضل حتى بالنسبة للذين لا يكترثون لفكرة الهوية واليمن الخالد والانتماء فالحياة في دولة سيكون امنا اكثر مهما تكون هذه الدولة قد ابدو على قدر من التهافث الانشائي مؤخرا عوضا عن امنا اليمن واليمن الخالد ومجد التاريخ والحضارة وكل اللافتات التي تبدو منتزعة من حكمة التحرر الوطني واناشيد تلفزيون الدولة الرسمي الا انني بحاجة اليها اكثر ذلك ان حاجتي لبلادي والامان الجماعي اكثر من حاجتي لجاذبية الضياع وحدي واغواء الفتيات في جاذبية اليائس الرومانسي في هدوء اجد حزني كله وبوسع من حكم النغمة التي تمنح انسجام الكائن مع وجعه وكأننا وهذه معضلة انسانية لا نجد حريتنا الا بوصف احدنا كائنا معزولا ومستلبا تجاه الناس والاشياء لنؤدي النشيد اليمني مهما بدى حماسنا اقل عمقا من حساسية واناقة الرثاء فنحن بحاجة للدفاع عن وجودنا الان وهويتنا الجمعية اكثر من حاجتنا لادراك عمق الانا وحقيقتها وكتابة سريات وبوحنفات الان شرف الحياة اليمنية وليس البوهمية الجغرافية المدهشة بوسعك اقتفاء اغواء التجريب النصي لكن التجريب على احداثيات وطن سيترتب عليه جحيم لن تتمكن حتى من روايته برومانسية عوضا عن انهم وبكل بساطة اذا تفككت البلاد تماما سيقتل اناس كثيرون موت ودم وذل بلادنا ليست فقط انكلابا مناطقيا نبادله علي وعلى اعدائي انها كل الذي لدينا ويجب التشبث به سنذوق طعم القنوط الفادح لو تخلينا وسيندم السطحي والعميق تحت رحمة هول عصابات واذلال يفتقر لأي جاذبية سأغني لبلادي بحماسة من ترعبه الحقائق ويطمئن للإحساس الساذج البسيط إحساس الحاجة للبيت الى موقع نيوز يمن والذي جاء في صدر صفحته الرئيسية العديد من العنوين منها لجنة حكومية خمسة الاف وثمانمائة وخمسة وستين خرقا ارتكبها الحوثيون في سبع محافظات منذ الهدنة وعنوان آخر سقوط جرح باشتباكات مسلحة في عدن ومن العنوين أيضا غرق سفينة تجارية تحمل بضائع قرب سواحل أرخبيل سقطرة وقالت التفاصيل غرقت سفينة تجارية مساء الخميس قبالة سواحل أرخبيل جزيرة سقطرة اليمنية مصادر في الجزيرة أفادت أن السفينة كانت تحمل بضائع تجارية من الإمارات احترقت على بعد نحو 270 ميل بحري من الأرخبيل بسبب احتراق محركها وحسب المصادر فإن السفينة كانت تحمل نحو 500 طن من البضائع قبل مطالعة أهم قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة والذي نستحبكم فيه بين أهم ما قالته الصحف ونبدأ من الصحف الكويتية ومن صحيفة السياسة التي علقت إدراج فروع الداعش في ليبيا والسعودية واليمن على لائحة الإرهاب الأمريكية وتقول التفاصيل أعلنت الولايات المتحدة إدراج فروع تنظيم داعش في ليبيا والسعودية واليمن على لائحتها السوداء للتنظيمات الإرهابية وسط قلق واشنطن من تصاعد قدرات التنظيم في هذه الدول وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه الإجراءات الإدارية تهدف إلى فرض عقوبات ضد أجانب ارتكبوا أو قد ارتكبون أعمال إرهابية تهدد أمن الأمريكيين كما تعتزم واشنطن حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة وفي التفاصيل قرار فإن الفرع الليبي لداعش مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الإدارة الأمريكية إضافة إلى فروع التنظيم المسلحة في السعودية واليمن مدرجة على لائحة أمريكية أخرى متعلقة بالتنظيمات الإرهابية الدولية وبحسب الإجراءات الإجراء المتبع في التنابير الإدارية المماثلة فإن هذه التنظيمات مع أعضائها يخضعون لنظام عقوبات وجزاءات ويخضر على أي أمريكي تقديم دعم مادي أو موارد أو إجراء تعاملات مالية معهم كما سيتم التجميد أي ممتلكات ومصالح أقامها التنظيم لهؤلاء في الولايات المتحدة وما زلنا في الصحافة الكويتية وإلى صحيفة الرأي والتي عنونت بشأن المفاوضات اليمنية المبعوث الأممي دعا الحوثي وصالح لتأمين الضمانات الملائمة لمشاورات الكويت وطالب الوفد الحكومي بالتحلي بالصبر والمرونة ووفقا للصحيفة فقد قال المبعوث الأممي في بيان إنه لا تزال هناك مخاوف لدى الطرفين ونحن نعمل على التطرق لكل واحدة منها بهدف التعامل معها والطلب من الطرف الآخر تأمين الضمانات الملائمة وأوضح لقاشاتنا المتواصلة سوف تبلور الصورة النهائية التي نأمل أن تحمل استقرارا مبنيا على أسس صلبة وذكر أنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن الصعبة للغاية فإن الحل السياسي الشامل هو الكفيل بتحسين الأحوال محور إيران يريد مزيدا من الحرب المفيدة تحت هذا العنوان كتب الأردني محمود الرماوي مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب ليس من المصادفة أن تصطدم المفاوضات السورية في جينيف واليمنية في الكويت بجدار صلد وبصورة متواكتة فالأمر يتعلق بإرادة الحرب التي يشيرها محور الممانعة وبغير تردد أو هوادة على الشعوب فالهدونات ووقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية يجري نقضها بصورة روتينية مع احتساب هذا النقض على أنه من فنون السياسة والحرب ومن تدابير التفاوض الميداني أما استهداف المدنيين والمرافق المدنية فهو بدوره من أفانين التغليب حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى منطق القرون الوسطى فالعبرة في الخواتيم ومحور الممانعة دون زعة عملية صرفة ويتجه نحو هدفه كالسهم ولا يتوقف عند تفاصيلها مشهية مثل حق البشر في الحياة والكرامة فالبشر المتحقون بهذا المحور وحدهم من يستحقون أن ينعموا بالحياة وإذا كان الفتك بالمدنيين في تعز أو حلب يؤدي إلى تحسين ميزان القوى لمصلحة محور الممانعة فلن يكون هناك تردد في الإقدام على ذلك وهو ما يكشف عنه إرشيف تقيل لسنوات الجهاد الأخيرة في اليمن وسوريا وأبعد من ذلك باتت إبادة البشر تندرج في سياق مكافحة الإرهاب ذلك أن محور الممانعة يتقن لغة العصر وهذه اللغة تقضي بترديد عبارة مكافحة الإرهاب على مدار الساعة وبلا توقف بما في ذلك في أثناء ارتكاب المجازر في الحالتين اليمنية والسورية تم القفز عن مرجعيات التفاوض القرار 2216 المتعلق باليمن والقرار 2254 الخاص بسوريا وهذا القفز هو أفضل وصفة لضمان الفشل الذي يتق به السيد نصر الله مصيرا محتوما للتفاوض هذا على الرغم من أن القافزين يؤمنون بالحل السياسي كما يهذرون لوسائل الإعلام وبما أن الفشل أخذ يلقي بظلاله فقد دخلت مفاوضات الكويت في نفق معتم بعدما بدى الحوثيون وكأنهم يسخرون من أطراف التفاوض ومن الرعاية الأممية ومن الاستضافة الكويتية إلى صحيفة البيان والتي تابعت إحدى الموضوعات وعنونت ولد الشيخ يتفهم مطالب الشرعية ويحض الأطراف على المرونة دعم عمالي لاستئناف محادثات الكويت وتقول الصحيفة أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تفاهمه للمطالب الستة المشروعة والمنطقية التي وضعها وفد الشرعية اليمنية للعودة إلى المحادثات الجارية في الكويت مع وفد الإنقلابيين مطالبا في الوقت نفسه بالمرونة من أجل إحياء المسار السياسي وأضافت الصحيفة بخصوص الدعم العماني للمشاورات دخلت سلطنة عمان على خط الوساطة للدفع المفاوضات إلى الأمام وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أن السلطنة تبدل جهودا حثيثة لدفع المفاوضات اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت إلى الأمام ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير بن علوي في تصريح إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات تنبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بكلا الطرفين معتبرا أن الاختلاف وعدم التوافق بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح بينهما وإعادة مسار بناء اليمن من جديد وأوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إضافة إلى 18 دولة تشارك في هذه المفاوضات ستسهم بالتأكيد في مساعدة أطراف النزاع للوصول إلى التوافق المنشود إلى صحيفة الخليج والتي تابعت الوضع الميداني وقالت في عنوينها التحالف العربي أهل الجيش والشرطة مساعد وزير الدفاع اليمني للخليج سنواصل محاربة الإرهاب وتثبيت الدولة حيث قالت صحيفة الخليج نقلا عن مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن عبدالقادر العمودي تأكيداته استمرار الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وتحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت سلطة الدولة الشرعية بمقوماتها الرئيسية كافة وقال العمودي إن الوضع العسكري والأمني في تحسن دائم رغم الصعوبات وأشحى الإمكانات وأن قوات الجيش والشرطة والمقاومة بدعم من التحالف العربي تخوضوا في الوقت ذاته الحرب على جبهتين ضد الإرهاب والإرهابيين والميليشيا وميليشيا الإنقلابيين التابعين لجماعة الحوث والمخلوع علي صالح وأفاد أن الإرهابيين والإنقلابيين وجهان لعملة واحدة وأشار إلى تحقيق القوات المشتركة والتحالف انتصارات في الحرب على الجبهتين وتقديمها الكثير من التضحيات لتلك الانتصارات العظيمة وأضاف أنه لا توجد أي أي معلومات حول مصير وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه الذين تحتجزهم الميليشيا الإنقلابية وتم نقلهم إلى صنعاء وتمنى أن تصل مشاورات الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والإنقلابيين برعاية الأمم المتحدة إلى حل وسلام دائم إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنوانت شبح الانفصال يضلل الذكرى السادسة والعشرين للوحدة اليمنية تقول الصحيفة تحل الذكرى السادسة والعشرين للوحدة اليمنية غدا الأحد في ظروف سياسية وأمنية أشد تعقيدا من السنوات الماضية في ظل استمرار الانقلاب وتعثر الحلول السياسية من جهة كل ذلك يأتي فضلا عن أنباء عن استعدادات من قبل بعض فصائل الحراك الجنوبي الذي يتبنى مطلب فك الارتباط بين الشمال والجنوب لأعلان خطوات تصب في اتجاه تكريس الانفصال على أرض الواقع بعدما جرى استباق المناسبة بحملة ترحيل من عدن لمواطنين ينحدرون من المحافظات الشمالية وتكرار الحديث في قناة أبو ضبي الإماراتية الرسمية عن مفاجآت بالتزامن مع ذكرى الوحدة وتشير مصادر محلية في محافظتين مأرب وتعز في حديث للعرب الجديد إلى استعدادات رسمية لمهرجانات وفعاليات احتفائية تنظمها السلطات المحلية والمقاومة الشعبية في المدينتين وخصوصا في مدينة مأرب التي تعتبر مركزا للقوات الموالية للشرعية وأبرز المحافظات المحررة شمال البلاد وستحتضن الفعاليات الاحتفائية المعبرة عن الحكومة ومن العناوين التي جاءت في الصحيفة مقاومة تعز تطالب الحكومة بالانسحاب من محادثات الكويت وتتقدم ميدنيا وعنوان آخر المفاوضات اليمنية المراوحة في مربع الحرب مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة